أحداث قصتنا قبل مولد المسيح عليه السلام في قرية أغلب ظني أنها أنطاكيا وكان أهلها فاسدين يعبدون الأصنام أرجوك أيها الإله العظيم استجب لي وعافني لقد كرهت صورة المشوهة واعتزال الناس لي ألم تمل من مخاطبته طوال سنوات عمرك أخفض صوتك يا ذهبان حتى لا يغضب الإله علينا وهل يمكن أن يغضب عليك أكثر من هذا؟ تعيش في فقر دائم وأنت أفضل نجار وإسكافي وصانع حبال في أنطاكية كلها لا أحتاج المال في شيء أمرك عجيب أنت الوحيد في هذه الدنيا الذي لا يحتاج إلى مال؟ أحتاج فقط أن أشفى من مرضي مولاي الملك العظيم أنطيخس ما الأخبار أيها القائد مسقول؟ رأيت يا مولاي رجلين يجوبان القرية ويدعيان أنهما من أنبياء الله وهل اتبعهما أحد؟ حتى الآن لا الجميع يكذبونهما إذن لا أهمية لهما انصرف واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين لماذا أطلقتني يا أبا الجوخ؟ هل من أخبار جديدة؟ نعم يا مولاي مدعي النبوة زاد عليهما مدعي ثالث صاروا ثلاثة لكنهم حتى الآن لم ينجحوا في إقناع الناس ولكن وجود ثلاثة متأمرين يدعون الناس إلى الكفر بآلهتنا أمر خطير بماذا يأمر مولاي؟ هددهم باستخدام القوة ولننتظر النتيجة قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليبسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ لماذا لا تجيبنا يا بطاح؟ إنني أدعوك منذ عشرات السنين وأتصدق بنصف مالي أما زلت تحدث الإله؟ لماذا هو غاضب علي؟ أم تراه لا يسمع ولا يرى؟ تتحدث كما يتحدث المتآمرون أي متآمرين؟ هؤلاء الثلاثة الذين يدعون أنهم مرسلون لم أسمع بهم يقولون إن آلهتنا مجرد أصنام لا تضر ولا تنفع يالجرأتهم ألا يخشون من غضبهم؟ يعبدون إلها غير ما نعبد يقولون إنه خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير يجب أن أراهم وأسمع منهم بنفسي وبينما النجار حبيب جالس أمام داره زاره أنبياء الله الثلاثة ووجد منهم حنانا ورفقا وتواضعا لم يرى مثله في حياته تقولون إن ربكم سميع وبصير وأنه على كل شيء قدير هل من آية تدل على صدقكم؟ قالوا نعم نحن ندعو ربنا القدير فيكشف ما بك إن هذا العجيب إني أدعو هذه الآلهة سبعين سنة لتفرج عني فلم تستطع فكيف يفرجه ربكم في ليلة واحدة؟ دعا له الأنبياء الثلاثة فكشف الله ما به وعاد الرجل جميلا نظرا ما هذا؟ اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي ما هذا؟ أين حبيب؟ دهبان كيف حالك؟ هل تعرفني أيها السيد؟ أه؟ أتمزح؟ أنا النجار حبيب لا لست هو إن لك نفس صوته ولكن وجه حبيب وجسده لقد دعا لي أنبياء الله وشفيت من مرضي وعاد جلدي إلى طبيعته بل قل عدت إلى ريعان الشباب لا أكاد أصدق هذا من فضل الله ودعاء الأنبياء الصالحين لي مساكين سيعذبون حتى الموت أنبياء الله يعذبون؟ من قال هذا؟ هذا قرار الملك أنتخوس وقائده مسقول يبحث عنهم الآن يجب أن أسعى لأمنعهم من عمل ذلك ماذا بك أيها الرجل الغريب؟ كأنك تحاول الفرار من وحش بل أحاول الفرار مما هو أشد وأسوأ عذاب الآخرة عما تتحدث؟ صوتك صوت النجار حبيب أنا هو وقد دعا لي أنبياء الله الثلاثة فشفيت تقصد المتآمرين الثلاثة إنهم أنبياء الله حقا وصدقا أتريدون دليلا أكثر من الجذام الذي شفيت منه في لحظة؟ أرجوكم أرجوكم أن تتبعوا الرسل ومن قال إنهم رسل آيتهم تبدو على وجهي إذن ابتعد عن هؤلاء المتآمرين يريدون تضليلنا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون لماذا؟ ما مصلحتهم؟ إنهم لم يطلبوا مالا ولا جاها في سبيل الدعوة ألا تخشى على نفسك من إعلان العصيان والتمرد؟ الله أولى أن أخشاه تعال إلى صفوف المؤمنين أيها القائد بل تعال أنت أمام الملك متهما بالتحريض على العصيان بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ما قولك يا حبيب؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين يحكم على المتهم بالموت ضربا بالأقدام هيا لتنفيذ حكم العدالة إني آمنت بربكم فاسمعون خذ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون خذ يا عدو الآلهة آه آه أدعو الله أن يغفر لكم ويهديكم آه مت يا رجل آه 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 يا ليتكم ترون جزاء الصابرين أشهد أن لا إله إلا الله وأن المرسلين على حقه وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين لقد سوينا به الأرض تماما صار كالتراب وما مصير الرجال الثلاثة الذين يدعون أنهم مرسلون من ربهم تركوا الأرض يا مولاي حذرونا وهم يهربون من عذاب ربهم دعونا من قصة المرسلين الثلاثة وحبيب النجار لنفرغ لأعمالنا المهمة ما هذا؟ هل قابت الشمس فجأة؟ النجدة 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 جنودي جنودي النجدة ابتعد عني اهرب اهربوا 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 النجدة النجدة وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون اهربوا